لم يكن أحد يتصور أن يخرج هذا التصريح من أحد قيادات القارة العجوز عن نفاذ مغزونات المعدات العسكرية لدول القارة العجوز فهل من السهل على العقل أن يستوعب أن أكبر القلاع الصناعية في العالم عاجزت عن توفير المعدات العسكرية لجيشها وللجيش الأوكراني ماذا حدث في أوروبا؟ في تصريح مفاجئ يدل على خطورة الوضع في أوروبا أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل أن دول الاتحاد استنفذت مغزوناتها العسكرية بسبب توجيهها لدعم أوكرانيا مما ينذر بتعرض الأمن القومي الأوروبي للخطر في حال نشوب أي مواجهات عسكرية مباشرة سواء إذا ساءت الأوضاع مع روسيا أو أي قوة عسكرية أخرى لها قدرات عسكرية كبيرة وقال بوريل هذه المواجهات كانت أيضا بمثابة جرس إنذار لنا جميعا فيما يتعلق بقدراتنا العسكرية لقد أعطينا أوكرانيا معداتنا العسكرية ولكننا من خلال ذلك أدركنا أن مغزوننا قد نفذ وقد كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن نفاذ احتياطي المعدات العسكرية الأوروبية سببه عدم تلقي المجمع الصناعي العسكري الأوروبي التمويل المناسبة خلال السنوات الماضية وفي مايو الماضي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسلا فون ديرلاين عزم الاتحاد على زيادة نفقاته الدفاعية بقيمة 200 مليار دولار وذلك على خلفية تطورات الوضع في أوكرانيا إعلان مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نفاذ المعدات العسكرية الأوروبية يطرح سؤالا عن ماذا إمكانية استمرار حلف الناتو في مد أوكرانيا باحتياجاتها العسكرية في المواجهات مع روسيا والمستمرة منذ فبراير الماضي وتوقع محافظ البنك المركزي الأوكراني أندريه بشيني زيادة حجم المساعدات الدولية الأوكرانية وتجاوزها مبلغ 31 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري ومن جانبه قال الدكتور نبيل رشوان المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي إنه لا يتصور أن الدعم الأوروبي سيتوقف لأوكرانيا مؤكدا أن مثل هذا القرار ليس بالأمر البسيط وأضاف رشوان في تصريحات صحفية أن الناتو سيرسل قوات لرومانيا حاليا تحسبا لأي تصرف روسيا كما أن الأوروبيين ووسط أسيا يتوجسون من أوكرانيا لأن وسط أسيا أكثر قربا لروسيا من حيث المنظومة السياسية بينما أوروبا لا تريد دولة كبيرة المساحة وقوية عسكريا مثل أوكرانيا أن تصبح يوما ما زعيمة الاتحاد الأوروبي وتابع قائلا سيتم انفاق من مبالغ ضخمة إذا دخلت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي لبناء الدولة من جديد وبناء البنية التحتية لهذا فأوروبا في حالة توجس وبنفس الوقت يعتبرون أوكرانيا أول من يدافع عنهم أمام الخطر الروسي وأوضح رشوان أن الأوروبيون الآن في حيرة بين ترك أوكرانيا لمصيرها أمام روسيا وقدراتها العسكرية ثم يتحول الأمر أو الخطر الروسي بعد ذلك إلى أوروبا والنيتو وبين ومواصلة دعم أوكرانيا وبالتالي التأثير على المخزونات الأساسية العسكرية للاتحاد الأوروبي ولفت إلى أن دولة مثل بريطانيا ليست من دول الاتحاد الأوروبي لكن لها دور حيوي ومهم ولم تتوقف عن دعم أوكرانيا كما أعلن وزير الخارجية الخاص بها مضيفا أنه إذا تم المساز بالمساعدات المادية التي أضافها الاتحاد الأوروبي فلا يتصور أن يتم وقف المساعدات العسكرية وفي الخاتمة وجدت دول أوروبا نفسها مع طول أمد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا والتي قاربت على سنة مستنزفة ماديا وعسكريا إلا أنها لا تستطيع الانسحاب بسهولة من دعم أوكرانيا لسيما أنها ستكون لقمة سائغة لروسيا دون الدعم المادي والعسكري من الاتحاد الأوروبي وبالتالي سيجد النيتو نفسه في مواجهة مباشرة مع روسيا فهل تستمر المساعدات العسكرية الأوكرانيا؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة مشاهدين كان هذا نهاية البث كنت معكم فيه أنا محمد البحروي شكرا لكم على حسن متابعتكم